يقول السائل ما حكم قاتل النفس بعد ما هكم عليه الله تعالى بجهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ثم تاب بعد هذا قبل أن يموت التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله هناك أحاديث كثيرة ليس من أحاديث به رئيس وغيره ليس لنا وقت للإتيام بها ولكن القرآن أثبت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وما دون ذلك يدخل فيه القتل ومع أن القتل ورد فيه التشديد الشديد ثم الكلام هذا أي أن توبة القاتل إذا صدقت مقبولة وإن كان ظاهر القرآن أنه يخلد في النار لكن العلماء رجحوا أن هذا من باب التشديد وأن الله تبارك وتعالى رفق بالأمة في هذا فقبل توبة التائب وإن كانت التوبة من قتل وفهم الكلام هذا